أهلاً وسهلاً بكم من جديد الحلقة السابقة قلت عن مسألة اتصال الألعاب بالأرض أو بالإلكترونيات واتصال الأطفال بالأرض في الألعابهم فكانت ألعابنا تبنى على الشقاء والمتعة فأذكرت هذه الحلقة تكمل الحلقة السابقة حتى لا أطيل فكان أمام المدرسة بجوارها بيت تحت الإنشاء وأنتم تعرفون بيت تحت الإنشاء لا أبواب كان ما زال على الطوب يعني سقفه طوب في شيء رملة تستخدم لما يسمى الذي يعني اسمنت على الطوب حتى يخفي الطوب باللهجة الشامية كانت تسمى قصارة ما أعرف اللهجة المصرية يعني هكذا السمنت يمر السمنت وعلى الطوب حتى يخفي الطوب فهذه الرملة ناعمة جدا مثل الطحين بالضبط كما أخبرك مثل الطحين فكان يوجد فجاء ترك أو شاحنة وضعت الرملة هذه أمام البناية أصبح طلاب المدرسة يصعدون ويقفزون يعني يصعد على السقف يعني ارتفاع مثلا أربع متر أطفال ويقفزون أين على الرملة ناعمة طبعا لا يأتيهم أذى فكان من أحد ممن قفز ابن عمه ما أدري من الذي جرى وقف على السقف وقفز على الرملة ناعمة طابق واحد يعني ورملة ناعمة عبارة عن جبل كانت لأن الشحنة هكذا تلقيه فلا اجروا أصبح فيها ألم ألم فجاء يعني رد على البيت أو رجع للمنزل يعرج هكذا يعرج فأذكر يعني كنا جلوس فقال أبو ما به وش به يعرج شوف كيف العقوبة جعلت فجوة بينه وبين ألعاب قال والله كان صعد على الطابق الثاني أو الأول وألقى بنفسي على الرملة فقدمه فأبو غضب فمسكه من أقدام ويلف فيه ويلف فيه ويمسك من أقدام ويلف 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 هكذا يعني تدري اللي مسك ويلف 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 وطن في الجدار فذهبنا به أصبح كسر يعني كان يعرج فأصبح كسر فالشاهد هذه جعلت فجوة كبيرة هذه عندنا نحن الجيل الآن أصبحنا نحن أباء جيل الثمانين وسبعين أصبح أب أصبح لا نمشي بهذا الممشى بسبب وجود فجوة العقوبة حتى يعني الفتاة كانت تخشى من أمها إن لعبت إذا يترتب علي عقوبة الآن ما يوجد وقت اللعب ووقت الجد جد إلى النهاية فكنا دائما نخشى الألعاب وأنا سأخبركم بأمر في تعلق في طفولتي يعني كنت متردد لكن سأخبركم كيف الطفولة عبارة عن تجارب الحياة أو الطفولة بشكل عام عبارة عن تجربة كيف بعد أول حلقة القادمة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر